يقول صاحب القصة انا دخلت المسجد لصلاة الفجر وباقي دقيقتي عن الاقامة فكنت جارس انتظر الاقامة يقول جان اسمع زعاج صوت في الخلف فالتفت ولا واحد داخل جدي ملابس ثلوب عدل سرارة مفتوحة وشعر منفوش ووجهة احمر وعيونة حمرة طالعة وقعدي يعني قعدي يشوف الناس وماذر ايش وانزين والنعل فلتها بهذه الطريقة يقول قلت الله يسر دخل علينا هذا المجنون المهم دقيقتين وقاموا الصلاة يقول فكبرت يقول اول ما كبرنا ولا هذا الرجل صلي جنبي هنا اول ما كبرنا بدأ اللي يقرأ الفاتحة وكذا ولا اسمع صياحة وانيت في البداية من الخشوع يقول بعد امتلاه صياحة مستمر وعرفت انا مو صياحة مو صياح خشوع حالة كان هستيرية يقول فقدت لا 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 الضار مو مجنون هذا الا ممسوس بعد الله مستعان في جني يعني الى ان انتهت الصلاة سلمنا يقول قلت ما في الا كلمة اطمنا عليه اشوف شو واضع وشنو واضع هذا في الحي اول مرة يشوف يصلي في مزيد عندنا انتظرت الناس بدأوا يطلعون تأخر الرجل يقول اول ما جت عنده سلمت عليه وانا يشوفني وبتسم يقول تدري ادري ادري بتكلمني عن دخلتي يقول اول ما قل لي الكلمتين عرفت انا رجل صاحي يعني ما فيه شي قال ادري ادري وضعي يعني طبيعي ما فيه شي الا العافية قال طيب زن شو القصة بها الدخلة وانا عرفت وثوبك وشعرك ووجهك قال لو علمت قصتي لعذرتني قلت لا طيب تفظل يقول انا قبل ايام اسمعت حديث وهذا الحديث صحيح اخرجه الترمذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فضيلة عظيمة جدا انك اربعين يوم تستمر تصلي الصلاة جماعة طيب وتدرك تكبيرة احرام مع الامام الله اكبر ولا انتويا الله اكبر اربعين يوم يعني كم في خمسة يعني ميتين صلاة مو منذك على الاولى لا تكون مع الامام مع التكبيرة الاحرام هو يقول الله اكبر انت وراه على طول الله اكبر قبل ما يبدأ الفاتحة هو صج امر مسهل يبغي لطولة بالو اربعين يوم لكن شوف الفضيلة براءتان براءة من النار يوم القيامة ما تروح النار وبراءة من النفاق لان المنافقين ما يحفظون الصلاة واذا قاموا للصلاة قاموا كسالة شخص يحافظ بهذا الهم على الصلاة وعلى التكبيرة الاحرام لا يمكن ان يكون منافقا يقول فلما اسمت هذا الحديث قلت خلاص اخذت على نفسي عدد اني اطبق هذا الحديث ايه المهم يقول بديت اصلي اصلي والحمد لله الله يصلي وانا اصلي يقول يوميا اصلي تكبيرة الاحرام مع الامام يقول لي اليوم اليوم يقول هو يوم الاربعين يا الله يقول انا نايم ولا اصحى ولا شوف الساعة باقي دقيق دقيق على اقامة يقول انا جنجنوني دقيقة يقول كان انقز واروح الحمام واتوضى والبس الثب لحت زراري ما سكيتها ولا مشت شعري ولا البس القطرة ولا العقال ولا الشي يقول كان انطلق من البيت واروح المسجد اللي عنده الحي الا يقرأ الفاتحة يا ربي يا ربي الفاتحة يقول جاء ارجع واركب سيارتي واروح المسجد لجنبه ولا الفاتحة ولا جنبه الفاتحة ما في يقول الف لفك يقول ذكرت مسجد في حيكم اني ياخرون الصلاة يقول وانا اروح اروح يقول اخر يوم تسع وثلاثين يوم انا محافظ على الصلاة شنون اليوم يا رب لا تكتبني من المنافقين يقول ما ادري قد ادعو الله دعوات ما ادري شنو دعيت يقول ولا امر على مسجدكم ولا ما في ما احد ما في احد يقرر الفاتحة فدحت ولا قل نعل فلتها ما ادري وان راحت يقول طارت يقول ما ادري وان راحت ويقول انا اقلب الوجوه هذه صلى وانتهوا من الصلاة والاحمة ما كبروا يقول فاعرفت ان ما صليته يقول فسجدوا لله شكرا مكان النعل من الفرحة يقول يقول ما انكبر الامام وقلت خلفه والله اكبر يقول ما دريت في نفسي يقول ما اشعر في نفسي سافرت ورحلت الاذ تكبير تحرام في حياتي كانت هذه اليوم يقول والله ثم والله اليوم لو خيرت بين كل كنوز الارض وبين هذه التكبيرة لقد دمت هذه التكبيرة على كل ما في الارض من كنوزها وذهبها واموالها واموالها حمدت الله اني ما خسرت هذه التكبيرة يقول ما تدري شعوري وفرحتي بهذه التكبيرة اليوم يقول وقال قصة واخذيها بكي عن 40 يوم صلاة مع تكبير حرام ولا بكلمكم عن عقوبة تارك الصلاة انا بكلمكم عن زاوية مختلفة تماما سؤال علقة في راسك ماذا خسرت بتركك للصلاة الشيطان كني وديك الى زاوية اخرى الصلاة تارك الصلاة ما دري ايه شوان معذور والموء يمكن وظروفي والايمان في القلب ما دري ايه ما بكلمك في هالنقطة ابدا مع اهمية طرق هذا الموضوع لكن انا اقولك انت ماذا خسرت بترك الصلاة يا جماعي ويا شباب ويا اخواتي ويا بناتي انتو خسرتوا شيء حظيم فرحة وانس وطمأنينة وحياة وسعادة بتركك للصلاة انت خسران بتركك للصلاة اسأل نفسك شو اللي سويت حتى حرمك الله من الوقوف بين يديه شنو الشريمة اللي سويتها حتى حرمت من مناجاة الله من مناجاة سيدك من انت بعجبهتك على الارض انت المحروم انت المخذول سأل نفسك شو صار في قلبك عقول لا تسمع حي على الصلاة حي على الفلاة شعر من شعرات جنبك من ما توقف ليش قلبك مختلف عن قلوب هؤلاء الذين يسارعون الى المساجد ويرابطون في المساجد شنو في قلبك شنو مختلف ليش هو قلبهم معلق بالمساجد وانت قلبك يكره الصلاة ليش هذ يتلثث بالصلاة ويبكي في الصلاة وانت لا حس ولا خبر حس بي الله ونعم الوكيل حس بي الله ونعم الوكيل حس بي الله ونعم الوكيل اسأل نفسك لماذا حرمك الله من الوقوف بين يديه ألبها أشياء أشياء أشياء